منين كي يكون عندك دولة يشرف عليها الكسلاء والأغبية يلزمك تنزل من المستوى ديال الخطاب للخشيبات والتباشير باش يفهموا الكسلاء القضية ديال غياب الماليك والمرض ديالو التي دامت شهورا طويلة هي حقيقة نوقشت على جميع المستويات ومن طرف جميع الأطياف ديال المجتمع لدرجة أنها كانت متروحة بين العياشة وكان منهم اللي كان يخرج بكيقاع ومنين شاف الحالة الصحية ديالو بقاك يقول ندعيه مع الماليك وعني بهذا المؤسسة الملكية تونغيرها فصافح صحافي إسباني قالوا بأنه الملك هو المغرب وما أقول شي رجاء للمغرب الله يوتي الله يشافي لنا سينا والله العالمي ما حساش فهد تحسب راسينا بس الله العالمي عارف أختي لك الحرق هذه المرات سينا هو اللي يخذ لك درياض الله يبعارفك لابد نقول لكم وحن المساج الثاني الله يحن والدين وحن والدين فلع وجره دعيوا دعيوا شفاء 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 العجل الماليك وحمد السلس نصر الله مالك دياله حبيب الأسيس خلقوا على المسماء واحد يقول كرام صهر واحد يقول كرام عمو واحد يقول كرام عمل عشكون مش يقول نحنا يكون عمو اللي يكون مع أولادون اللي يكون ولي يكون صهر اللي يبقوا اللي يقلس إذن فش كي همك المالك يكون هنا ولا برة وش يدخل المالك للمغرب صحافي تحل المشكل عندك إذا انت ما معنيش بالحضور والغياء فظهور المالك مؤخرا في ذكرى المولد النبوي وفي افتتاح البرلمان ما كيعنيش ان المالك ما عمره كان غايب ولا عمره كان مريض والناس كانوا غيك يكذبوا على المغربة لان المالك فعلا كان مريض ولا زال مريضا وكان غائبا وكان سكران قاع ما رأيناه هو ان المالك تحسنت صحته شيئا ما وتمكن من الحضور جسديا وشخصيا وهذه اشياء كنا كنقولها ان المالك فعلا كان مريض وعاجز عن الظهور ويمر من ازمة لكن لم ننفي انه ممكن ان يظهر وهكي الدليل تقصدين محمد السليس الناس ما كيعرفوش هذه المصطلحة هذه يستكلمين انتي على وفاة يعني انا براسي يعني ذهشت من هذا الخبر هذا مثلا غدو لبعدو ممكن انه ابان انه فمتي مارس نشطة بشكل عادي يقدر الناس يقولك انك تفقدين مصداقية ديالك ولا ما فهمت لا ابدا والله هناك هذا الخبر الوزن ديالوسقيل ماشي يعني اي واحد يجي ويقوله هكوك كان هذا الخبر على مسؤولية الاستاذة مايا خبر جانيشي شوية مهم شي غريب كل شي ممكن خصوصا في ظل ما يقع من تردنوح داخل القصر الملكي فكل شي ممكن غير هو الخبر يجب ان يكون موثوقا قبل كل شي استاذ معنا يعني واش مختيش ان اليوم ولا غدا يخرج في شي نشاط اللي هو رسمي وعلى المباشر وتصدق الكلام ديالك ما يبقاش عنده مصداقية ويبدو جليا ان المرض ترك اثره على هيئة الملك ونحن نعلم ان مرضه مزمن وسيرافقه مدى الحياة وما زل غتجي ازمات اخرى وغي عاوضي غبار وستستمر العجلة على هذا الصعيد هو ما قال لك الملك ما كانش مريض لكن تحد ما قال لاش كان غايب الى هو ما كانش مريض غيره منسوا انهم فوقت في وقت ما كانوا يروجوا الى ان الملك كان غايب بسبب مرض امه التي تعالج في باريس وانا حينها قلت لكم هادي كانت غير واحد الغيطاء باش يقطعوا على الغياب دياله ويزيدوا يربحوشي شوية ديالوقت ونحن نعلمو انها كدبه بينه غير هو من انت تكون كداب وكاسول في نفس الوقت كتنسى ما تكمل الكدبه ديالك حتى للاخر وترجع وتعطي معطيات للشعب المغربي جديدة عن صحتي ام المالك لكن الكدبه انسوا التفاصيل دكشي علاش فاش ارجع المالك وبان وتلهاو معاه وانساو يعطينا اخبار عن صحتي ام المالك لانهم قالوا انها هي اللي كانت سبب في الغياب دياله لذلك قد بغضي اندزول النقاش دياله اشنجا مع الحضور ديال المالك فعودة المالك للحضور رافقه غياب الامير الرشيد الشيء الذي تطرح حوله علامة السفاء الشيء الذي تطرح حوله علامة السفاء والاسئلة طرحناها منذ ان اعلن القصر على اجراءات وقائية من كورونا مشدادة للبرلمانيين اللي غاد يحضروا لافتتاح البرلمان وقاموا باحتجازهم في جوج ديال الفنادق وكنا قلنا ان هذه الاجراءات وراءها شيء ما خصوص انك تعلن على اجراءات ديال كورونا مباشرة بعد الاعلان عن التوقف بالعمل بها وبعد حضور المالك بدون اجراءات احترازية في احياء ذكرى المولد النبوي فيوم افتتاح البرلمان بعد الاعلان على ان الرشيد اصيب بكورونا في وقت بدأت كورونا تختفي من العالم ليتبين لنا ان هذه الاجراءات جاءت للتسطر على غياب الرشيد اللي كان فرض السيطرة في ظل غياب المالك واصبح يأخذ مكان ولي العهد شيئا فشيئا فدب انقلبت موازين القوى مرة اخرى ونقطة اخرى للكتابين والكسالة رشيد اذا كان فعلا اصيب بكورونا فالمالك وولي العهد من المخارطين ديال المالك والاجراءات تقتضي ان كل من خالط مريضا بكورونا يلزم عليه الدخول في حجر صحي لا يقل على عشر ديال الايام الشيء الذي لم يفعله لا المالك ولا ابنه ولا الناس اللي كانوا معهم في ذاك الاحتفال بذكرى المولد النبوي لنمر لنقاش الخطاب المالكي وشنو الجدوى دياله فهذا الخطاب كالعادة جاء بمبادرات ووعود عالية السقف وقالوا عليه خطاب تاريخي استثنائي بحال الخطابات قاعدة اللي يقولها دائما يقول عليها تاريخية بحال الخطاب اللي تم الاعلان فيه على المخطط الاخضر قالوا سينقلوا المغرب نقلتان نوعية لكنه فاشل كان هناك مخطط ايضا ديالتنمية وفاشل مخطط تنمية الاجتماعية وتغطية الاجتماعية وفاشل ايضا ومازال فاشل لان كل ما يتم الاعلان عنه في خطابات المالك وتصفيق له واعتباره خطابا تاريخيا هو مجرد ايهم للمغاربة بان غدا سيكون افضل لكن في الواقع لا يتم تطبيق اي شيء على ارض الواقع وكل ما نربحه هو المزيد من التطبيق للمالك في حضوره وفي غيابه وبخصوص الاستثمارات وخلق فرص الشغل عندما يعلن المالك في خطاب عن وضع رؤوس اموال سواء الاستثمارات او الدعم فهي تذهب في معظمها سواء الشركة المالك او شركات اصدقائه فمثلا سنشوفه عندما تم فتح الصندوق ديال كورونا للدعم الاعلام لم يتوقف عن الترويج بشكل يومي ان صاحب الجلالة دعم الفقراء وهز لهم ديال الفقراء ودار وفعله وتركه وطبله ليه بالرغم ان اموال الدعم ما خرجاش ما نجيبوه هو لكن نينك نجي ونشوفوش حال خداو هاد الاصر كنلقاو 800 درهم للاصر الواحدة فيها 45 ديال الاشخاص و 80 بالمئة من هاد الاصر ما وصلهمش حقهم وخرجوا كيبكي واللي انتحر واللي طلق مرتو واللي جرى عليهم واللي كرا واللي خرج من الخدمة يعني اه ورغم هذا كلهي المالك تيخرج يقول بان المغرب نجح في تدبير الازمة في نفس الوقت اللي تم الاعلان فيه مؤخرا على انه ثلاثة فاصلة جوج المليون ديال المغاربة تزادوا في الطبقة الفقيرة يعني ثلاثة فاصلة جوج مليون فقير اضافي اصبح انه في المغرب تزادوا على ختوم لكن الجزء الكبير والضخم من اموال الصندوق واللي تسمشي لاصحاب الكروش الاعلام كيد الرسو ما شافهاش هل تعلم اخي المغربي ان الشركة الملكية للفروسية استفادت في الفترة ديالكورونا من دعم على كل رأس حصان بمقدر مالي ديال خمسة لاف درهم مع العلف والمستلزمات ديال الحصان من طبيب واشياء اخرى يعني عود واحد ديال المالك يأخذ ما تأخذه ست اصار مغربية زيد عليها الشركات ديال صنع الكمامات اللي كانوا يقطعوا التوب ديال القفاف ويلسقوه بلاستيك ويبعوه المغرباء على اساس ان النار كانوا نصنعوا الكمامات كانت هذه الشركات تأخذ ما يقارب 300 مليون سنتيم في اليوم الواحد لمدة ثلاث اشهر يعني وما تابعت شنع الميل فواش يعني استمر الدعم ولا توقف ايضا شركة الخطوط الملكية المغربية التي استفادت من 600 مليار سنتيم وفي نفس الوقت المالي كشراء قصر في باريس بـ 80 مليون اورو وفي نفس الوقت تخرج قال لهم ما بقى عندنا ما نعطيكم يعني هكذا يتم تطبيق المبادرات على ارض الواقع يعني كيلوحوا الفرسط المغربة وكيدخموه دك شيء اعلاميا في حين ان حصة الاسد كياخذها الملك واصحابه فهؤلاء الناس قادرين يروجوا لعملية اختلاس وصرقة اموال عمومية على انها دعم وانجاز ومبادرة والاذهة من ذلك اننا كنشوف الناس كتصفق وكتقولك سيدنا دارلينا في حين ان سيدك طير الملايير ولحلك 800 درهم وصلط عليك الاعلام بشي خليك تتلاها مع الهضراء الخاوية واليوم عود ارجع بشي يواعد المغربة انه سيتم 50 مليار دولار في الاستثمارات لخلق 500 ألف منصب شغل لكن الغريب في الامر ان الناس التي تطبلوا للخطاب الملكي تحد فيهم مدر عملية حسابية لانني من حسب هذا العجب لقيت ان كل منصب شغل بهذه الميزانية اللي علنوه لها سيكلف الدولة مليون درهم يعني هتخسر مليون ديال الدرهم باش تخلق منصب شغل واحد تخدم فيه واحد ب3000 درهم ومن الاحسن يعني انه كان يعطيه لكل المغربي باش يخدم مليون ديال الدرهم عوض انه يخسرها عليه لأجلي يعني خلق منصب شغل هو يدير المشروع دياله ويدير الدار دياله ويحرك عجلات الاقتصاد ويقول لي عندنا خمسمائة الف مشروع وهذا الخمسمائة الف مشروع كل واحد فيها ممكن انه يخدم اربعة ديال الناس وهان تحقق تيجوت المليون ونص ديال مناصب الشغل فالجان هدربوح الجدية هذا مبلغ خيالي ولا يمكنه للدولة ان تتحمله لكن محمد السادس عنده الجرأة باش يخرج بوجه حمر ويقول لنا غادي نديرو خمسين مليار دولار ديال الاستثمارات خصوصا اننا كنعرفو ان مؤخرا البنوك المغربية اعلنت على ان عندها عشرة ديال المليار ديال الدولار كعجز في السيولة يعني حتى فلس المغربة اللي حطناها في البنكة ما كيناش ولجو المغربة كاملين يجب دوا فلسهم في دقات واحدة وفي مرتين واحدة غتبقى ميات مليار ديال الدرهم نقصة وبزاف ما غا ياخدوش فلسهم يعني بحلق يصلي وقعه لللبنانيين مع الودائع اضافة الى عجز الميزانية ليوصل الى غاية الآن ثلاثة ديال المليار ديال الدولار يعني المغرب الى الزينا وقلبناه وسناه ما غا نلقاوش في هاد الفلوس كاملة خصوصا ان المغرب حاليا محطوط في القائمة الرماضية ديال غسيل الاموال والدول الممولة للارهاب يعني حتى القروض من الصندوق الدولي صعيب عليك باشتغضها وحتى وحيدك قعن هاد اللائحة الرماضية ما غاديش يعطوك خمسين مليار ديال الدولار لانه مبلغ خيالي فالماليك جاي يقول لنا واحد الكلام اللي هو كبير وكبير بزاف لكنه ماشي واقعي وغير قابل للتنفيذ خصوصا يمكن نشوف ان الدولة ما قادراش حتى تشري واحد السفينة حربية بمية وخمسين مليون اورو فقط ومشاتك تتسلف من بنك اسباني وعطاوها اعطاو الفلوس للشركة اسبانية باش تصيب لهم هاد السفينة هادي وخلقوا مناصب الشغل في اسبانيا يعني الحل الوحيد اللي ممكن يحقق به المغرب المغرب يعني هاد المشروع هو طباعة النقود وهذا حل انتحاري في ظل معاناة المغرب من التضخم لكن مثل هذه القرارات الغبية مغرباش على النظام ويقدر يديرها في اي لحظة حيث الى وفر هاد المبلغ غادي يغرق البلاد لكن سيتم ضخ رؤوس الاموال في شركة الملك وفي شركة اصدقاء الملك مع شي حملة دعائية كبيرة لدعم استثمارات الشباب وحنا كنخدموه كده وكندعموه كنعطو القروض يخصو فيها شي مليار للقروض الصغيرة والمتوسطة والباقي كان هنا وهذا العملية دائما مكان النظام كيدرها كيعطي مبادرات تجمع بها الفلوس ديال الدولة وكيصفتها للمشاريع ديال الملك تحت اسم الشركات والاستثمار وهذا الشي اللي يضرب خلال صندوق الدولة وخلاها خاوية كصندوق التقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي وهلما جره وبما انه هدر على السياسة المائية غا نفكركم بمشروع اخر دار فيه نفس الطريقة مبادرة ملكية ومشروع دخم الهدف دياله حماية عشرة الاف هكتار من الزراعة ديال الحوامد واللي فازت به شركة ناريفا شركة ناريفا هي شركة ديال ملك تكلفة ديال المشروع 987 مليون درهم المشروع خدام صندوق الحسن الثاني للي استثمار 500 مليون درهم ومن عند الفلاحة 80 مليون درهم والهدف هو انه غادي يوصل للماء ديال السقي من سد اولوز الى ضيعات فلاحية ديال 600 فلاح بسبت القردان على مسافة ديال 90 كم ويخلي الساكنة المجاورة للسدود تعاني من نقص المياه والفلاحة غادي يبقى يخلصوا مقابل مادي يعني مقابل الحصول على مياه السقي غيرهو عند اتمام المشروع الشركة بدأت كتحسب للفلاحين اثمينة مرتفعة شيء اللي خلاهم انهم يعجزوا على تسديد ديال الفواتير والشركة ما كتضياش الوقت معهم الوقت اللي ما كتخلص كتقطع اللي كلماء مما دفع الفلاحين يعني انهم يخرجوا عدة مرات في احتجاجات بالرغم ان الشعار كان في الاول هو مبادرة ملكية لحماية 10.000 اكتار من الحوامض كما الشعار ديال دابا بادرة او مبادرة ملكية لخلق نصف مليون منصب بشغل مع العلم ان حكومة الملك ما زال موعدة المغربة بمليون منصب شغل غير هو ما عرفت شانا واش المليون منصب ديال اخ نوش عندها علاقات بنصف المليون منصب ديال الملك واش غاي ولي وعدنا مليون ونص منصب ولا هي نيث هي هي غير غات نقص واحد من نص مليون وتولي ادنا نص مليون منصب كوعد بتشغيل علينا رجع المشروع الملك اللي يبتزل في اللاحة بالماء وما كانش هذا هو المشكل الوحيد بل انه المشروع كان يتسبب في فيضانات لعدة احياء بسبب التصدعات اللي كانت كتكون في الانابيب وبطبيعة الحال ما كانش تعوض على الاضرار غمرت المياه مساء امس بعض احياء قريتها هي ليست مياه امطار رعدية مفاجئة ولكنه تصدع شزء من القناة الرئيسية لتصريف مياه الري وتوزيع على الاراضي الفلاحية التصدع القناة الرئيسة لمياه الري جاء بعد بضعة اشهر من وضعها وذلك في اطار مشروع انقاد منطقة الجردان الفلاحية من اثار الجفاف مشروع تمتد قناته الرئيسية من سد اولوز الى الاراضي الفلاحية بالجردان على طول تسعين كيلومترا لكن جزءا من هذه القناة لم يصمت طويلا ويبقى سؤال المسئولية مطروحا حول مشروع قيل انه نموذجي وطموح وان هذا النوع من القنوات يستعمل لاول مرة في المغرب وانها قنوات صنعت من الخيوط الزجاجية ومادة الراتنج والرمل الزجاجي مواد قيل ايضا انها تتحمل قوة ضغط المياه الى حدود اتين وثلاثين بار فهل يصمد كل هذا القيل امام ما حدث مساء امس بقرية سبت القردان ناهيك على ان هذه المنطقة اختفت فيها تسعين مليارد اللي قدمتها المانيا كمساعدة للمغرب من اجل انشاء الصواقي وتزويد اهالي المنطقة بالمياه سواء الصالحة للشرب او مياه السقي مشروع اختفى واختفت معه تسعين مليار ديال الدرهم وهذا باعتراف عبدالطيف وهو بيه سنة 2013 يعني المانيا حنات في المغربة وعطتهم تسعين مليار ديال الدرهم غير باش توصل لهم الماء والمالي يقدر مشروع بتسعميات مليون ديال الدرهم نص ديال تمويل دياله جاء من عند الدولة وبدأ يتاجر في الفلاحين واليوم خارج يقول ان سبب الازمة المائية هو التقلبات المناخية ويجب على المواطنين ترشيد الاستهلاك ناسي يعني السياسة الفلاحية ديال المخطط الأخضار ديال الدلاح وديال ديال الماطيشة التي يتم تصديرها الى الخارج فهذا هو محمد السادس سواء كان حاضرا او غائبا هو عبارة عن منظومة تراس كل شيء يجده امامه وبما انهم يقولون انه بصحة جيدة فانا ادعوه انه ما يستغلش هذا الظهور ويعود يختفي مرة اخرى ويدير لنا ديال اللعبة ديال هانا جيت شفتوني دابا ايه وهانا مشي تعود مرة اخرى بل خصوه يبقى معنا باستمرار ويبين لنا انه بالفعل بصحة جيدة را عندو العاشرات ديال الملفات متأخرة باقي خصو يدير المجلس الوزاري ويعين صفراء ويدير تعديل حكومة واردوغان مؤخرا را دعاه لزيارة رسمية يمشي لتركيا وقالوا لنا انه سيستقبل رئيس دولة الامارات والعياشة رغم تعيط اينا صاحب الجلالة ديورنا كيريبو وعندو بزاف ديال الخدمة مجموعة عليه مدرهاش فاش كان غايب وكان مهلوك مختفي بفرنسا فما يديروش لنا ديك العبادية لها هو شفته وعود يرجعو يخبعوه مرة اخرى لان المعارضة ديال الخارج موجد لهم الفات ساخنة لاننا كيغاب كيحضر ما غديش انتفاكو معاه حتى يطح له ديجانكتور دمتم في رعاية الله والى اللقاء في فيديو قادم السلام عليكم